اليوم شهد إلقاء القبض بهولندا على المدعو سعيد شعو وأن ذلك يأتي في إطار تطبيق مصطرة الترحيل إلى المغرب ليحاكم على الجرائم المتعلقة بالاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية وتبيض الأموال ومحاولة القتل وأن المغرب سابق له أن قدم ووجه مذكرة في الموضوع إلى السلطات الهولندية وطلب الترحيل في سنة 2010 ثم جدد الطلب في سنة 2015 واليوم تم البدء في تنفيذها ويؤكد إلقاء القبض اليوم على مستقية الملف الذي قدمته بلادنا وجدية هذا الملف ومستقية القضاء المغربي باعتبار أن هذه العمليات تؤكد أيضا اعترافا أوروبيا جديدا بالمجهودات التي تبدلها بلادنا على عدد من الأصعضة في السابق كان هناك اعتراف بالمجهودات المبدولة على المستوى ومحاربة الإرهاب اليوم هناك اعتراف جديد بالمجهودات التي تبدل على المستوى محاربة الجريبة المنظمة محاربة طبيعي الأموال ومحاربة الاتجار في المخدرات